مساء الخير أهلا بكم في حلقة جديدة من الأهلي الليلة والأهلي الليلة كما هو العادة تلات فقرات الفقرة الأولى هكون مع الأخبار واستعراض لأهم الأخبار على الساحة الفقرة الثانية هكون مع الناقض الرياضي الأستاذ خالد التريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق وعنده النهاردة مقالة مهمة جدا وهي قمة العبس ومش مقصود بيها قمة العبس القمة الماضية ولكنها القمة المقبلة يوم الاثنين أنصحكم قدامنا نصف ساعة تقريبا ويبقى معنا الأستاذ خالد التريبي هنتكلم في هذه المقالة اقروها عشان هنستعرضها ونستعرض حاجات كتيرة جدا الفقرة الثالثة هكون مع الأستاذ الكابتن شريف عبد المدعم هكون مع زميلي المتميز محمد سعيد وهنتكلم فيها على قمة الأهلي والزمالك يوم الخميس فني قرويا وفنيا والقمة القادمة يوم الاثنين القادم خلوني أروح معاكم سريعا للقمة أنا عارف أن أنتم زعلانين وأنا زيكم زعلان لأن أنا طبعا واحد منكم لكن وإنت زعلان خليك فخور ليه؟ هوصلك في النهاية وخليك معايا سنة بسنة نوصل للهدف اللي هو أصلا من خلاله إحنا بنلعب رياضة وبنلعب كرة ليه بقى؟ أولا يعني إيه الرياضة؟ الرياضة يعني أنك تشد من أذر المهزوم وتبارك للفايز هي دي الرياضة هي دي اللي تعلمناها هو دا اللي شفناه مع شريف إكرامي لما راح لللاعب اللي عمل فعل فاضح في المباراة الماضية وحط إيده عليه وواساه كابتن نادي الأهلي شريف إكرامي اللي ما كانش أساسي لكن هو كابتن النادي الأهلي في هذه المباراة راح لشكبالة شكبالة اللي في المباراة اللي فاتت المباراة اللي فاتت دي شفتوا هذا الفعل الفاضح شفتوا راح لللاعب لعب هو دا النادي الأهلي هي دي الرياضة يعني إيه الرياضة؟ عشان كده بقول لكم النادي الأهلي صاحب رسالة صاحب رسالة في الرياضة راح لغاية عندهم زي ما انتم شايفين الصور هو دا كابتن النادي الأهلي ومش بس ده لو استعرضنا تاريخ النادي الأهلي على مر التاريخ هتشوفوا هذه النماذج شريف إكرامي شريف إكرامي لا يمثل نفسه في هذه الحال شريف إكرامي بيمثل النادي الأهلي اللي هو صاحب رسالة شفتوا لاعبوا النادي الأهلي راحوا عند الفريق المهزوم خالص عشان كده بقول لكم النادي الأهلي صاحب رسالة نرجع تاني يعني إيه رياضة؟ الرياضة أنا بشد من أذر المهزوم ببارك للفايز بفرغ كابت عند الجماهير طب لو أنا بساعد في إنه الكابت يطلع عند الجماهير يبقى أنا قديت ما علي فلوسي اللي خدتها مقابل أن أعمل هذا العمل حلال هل هي حلال؟ طبعا رحنا في حتة تانية خالص مختلفة تماما تماما فعشان كده بقول لكم وإنت زعلان على النادي الأهلي اللي هو خسر اللي هو خسر بضربات الترجيح خليك فخور فخور لأن لعبتك واقفت وكانت رد فعل طبعا في بعض التجاوزات كانت رد فعل التجاوزات كانت رد فعل على التجاوز الكبير وكان بيتم وقدها من قبل اللاعبين الكبار شفتوا لقطة إمام عشور وهو بيضرب في ظهر واحد هي دي أهداف الرياضة؟ هل هو هدف الرياضة أن حتى لما يكون منفعل أضربه في وشه؟ يعني لما يقف قدام مني ليك كده يبقى أنا ههينك حتى في وشك لكن إنه في ظهرك ده عنده 35 سنة وده عنده 20 أو 22 سنة وهو أنت عنده خمس سنين كان هو كان هو عنده 20 سنة وانت تفرج عليه في التلفزيون فنروح للنقطة بقى الأهم هي تأثير الرياضة في المجتمع هل تأثير اللي أنتوا عملتوه أو ما حدث في المباراة هينعكس إزاي على المجتمع؟ هينعكس بالسلب طبعا هينعكس بالسلب مش بالإيجاب والرياضة وظيفتها إيه؟ النادي الأهلي على مر التاريخ عقب لعبته كتير جدا بدءا من حسين عجازي وإبراهيم سعيد وحسام حسن وإبراهيم حسن أنا أفتكر أنه ألن هارس مرة قال لصالح سليم أنه لو استبعدت حسام حسن أنا ممكن أخسر الدور قال له أخسر الدور لكن ما أخسرش النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي على مر التاريخ طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل حادثنا حول هذا الموضوع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر